طيب خلاص احبنتكلم في ساعات قليلة جدا والاهلي يبدأ بقى منافسات دوري ابطال افريقيا واولى المباريات في تقرار لنفس مواجهة العام الماضي الهلال السودان وكأن الاهلي مكتوب عليه يرجع من كاس العالم يطلع على الخرطوم يواجه الهلال السوداني هلال السودان بالتأكيد يا كريم مواجهة مختلفة وزروف مختلفة الاهلي يستعد لها ازاي ويرجع ازاي بنتيجة ايجابية قبل مواجهة سانداونز بعدها الاسبوع هو طبعا شيء جايد للنادي الاهلي منذ عودته من المونديال يبقى في فترة راحة لغاية السفر للسودان ان فعلا كان ان هو يلعب مباراة وسالاسبوع كان موضوع شاق جدا 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 اكبر مشكلة في مواجهة الهلال فوجة نازل يا محمد هو توقيت المباراة ده اكبر مشكلة فلازم اول حاجة ان الجهاز الفاني يبقى عارف وعنده معلومة ان العيبة النادي الاهلي بتعاني في السنوات الاخيرة من لعب المباريات الساعة تقرار العصر بالتالي هو بيحتاج قبل المطش ده بتعاني اربع ايام انه يغير موعيد التمارين بتاعته اه شيء جايد ان كولر اللي متابع لتدريباته في النادي الاهلي في ايام بيمرن فيها الصبح يعني في ايام هو بينزل اللعيبة السفر ده شيء جايد بس هو لازم في الاربع ايام القبل المباراة لازم موعيد التدريبات تبقى في نفس معاد المباراة المباراة اه المباراة ليه عشان تبقى مأخد اللعيبة على الظهر لازم ينام بدري مش ينفع يصحر صح لازم يفطر بدري ولازم ينظم يوم وتنظيم اليوم ده ما بيتمش بيوم وليل اه مفعش انا يوميا نهارده بخلص شغلي الساعة اتنين الصبح فتديجي تقول لي ايه بوسيا كريم محطينا بكرة الصبح تقوم الساعة السابعة الصبح طبعا انا هقوم ازاي كنت انا قلصا اوباما روح ونام تبقى الساعة الثالثة فاكيد هقوم مش في كامل ديوقتي البدنية فهي بتحتاج ان انت فترة قابليها فدي اهم نقطة لازم الجهاز الفني يبقى واخد بالهم انها ان تنظيم وقت اللاعبين عشان معادل مباراة الساعة الثلاثة ويتم التنبيه الشديد ممنوع الصهر بعد الساعة 11 او حتى ايه بين بعد 11 ده ماكسما مسرح يعني او مفروض طبيعي 10 لكن ماكسما 11 ممنوع يجب ان انت فعلا تخرج للنوم عينك تبقى قفلت ماكسما الساعة 11 ليش انتقدر انت تاخد لك 8 ساعات الراحة وتقوم الساعة بعد ايه بقى نتكلم بقى على مباراة نادي الهلال احنا دائما بنروح يعني ملعب نادي الهلال يعني بحس كده الارضية مش مش افضل حاجة بتفريك الساعة اللي فاتت الارضية كان فيها مشكلة كبيرة جدا اه الشرط الاوى كان سيء جدا 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 الشرط التاني اه دعبنا شوية كورة وكان حتى ساعات كان افشة بديل ونزل فيه الشرط التاني وضيعنا اعتقد فرصة افرسطين في نهاية المباراة بس كان اكبر مشكلة بنسبانا ارضتنا العام الكورة بتتنطط ممكن انت على الديفزيون تشوف الارضية شكلها حلو لأ انت ارمي الكورة وشوفها تمشي ازاي ماشي بشكل مستقيم اوكي لكن بتتنطط الارض اصلا من تحت النجيلة فيها مشكلة الهلال كمان غير في شكل الفريق وجاب لعبين جدد من كاس او افريقا للمحليين عنده لعبها اللعبت في السنغال وفي القنهو وكمان بيدربهم فلوران بنجي اللي كان مسك من واحدة بركان ولعب قبل كده مرشات كتيرة مع الاهل حتى لما كان بتاولى تدريف فيتا كلاب طبعا واكيدا بنجي احنا عارفينه من ايام ما كان مع فيتا كلاب وياما يعني لعبناه مع بيتسو مرسيبانو حتى نفتكر هو احد يعني لما نجح فيه التعادل مع فيتا كلاب في القنهو وقال ان احنا هنكسب الاهل بسكور في الكونغو وساعات النادي الاهل الجسم هناك ثلاثة اعتقد ثلاثة صفر اعتقد ثلاثة واحد فبنجي احنا عارفينه مندير الفني جيد وعنده شخصية عنده خبارك بيسه في افريقيا وشخصية وبيقدر يساعدها قوت الليبس وكل الشي لكن حتى اذا احنا ان شاء الله محتاجين ان احنا بإذن الله بإذن الله بإذن الله الفريق اللي قدل المستوى ده في المونديال يفترض ان انت ملقاش عندك اي رهبة وعندك اي قلق من مواجهة اي فريق في افريقيا بصراحة اعتقد برضو ربما بنسبة كبيرة هيكون المنافس الاساسي دي النادي الاهلي في البطولة دي اعتقد بنسبة كبيرة سانداونس لا في المجموعات سانداونس لكن بقول يعني بصراحة بشكل عام اجمالا اعتقد الوداد اعتقد الوداد هو ربما يكون هو الخطر الاكبر في البطولة برضو كرة في افريقيا بالنسبة للاندية لسه محلك سل بلاسة وهي دول الشمال دايما هي اللي تبقى المنافسة الاكتر فيها مع الاهلي في دور الاكتر بالزبط كبيرة ثم western ترجمة نانسي قنقر لترجمة نانسي قنقر كثيرا يترجمة نانسي قنقر لترجمة نانسي قنقر نĺد فشركة والحiniziدى قسم باشم بشرة لا يجب ان يغلب قصة اعاش الخمس ا Background ترجمة نانسي قنقر